وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحصين الخفاجي بداية مرحبا بك يعني حملة كبيرة شن للسيطرة على المنافذ الحدودية ما قدرت الحكومة على فرض سيطرتها عليها تفضل شكرا جزيلا لك وبسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهديك الكرام والحقيقة للتصحيح أنا المتحدث باسم العمليات المشتركة العملية بدأت يوم أمس بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة وبتوجيه القائد العام للقوات المسلحة العملية بدأت في ديالة بأسباب عديدة وكثيرة وهذه الأسباب مهمة جدا ديالة تعتبر عراق مصغر ديالة طبيعة أرضها وجغرافية أرضها والحقيقة ما تتواجد به من جبال وسلسلة أنهر وديان كذلك أيضا كثافة من ناحية الأراضي الزراعية وكثافة هذه الأراضي أصبحت ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية هناك بعض المناطق لم تطئها القوات الأمنية منذ عام 2003 وإلى حد الآن كثير من الأمور التي غلبت على ديالة تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة الضغط الكبير الذي حدث على التنظيمات الإرهابية سواء جنوب كاركوك أو في عملية إرادة النصر الثانية وأيضا في مثلث الزرقة في عملية إرادة النصر الثالثة أدى هذا الضغط إلى أن تتواصل هذه المجامع بإتجاه ديالة وبحيرة حملين وسلسلة جبال حمري هذه العملية مهمة بتوقيتها مهمة بتكتيكها مهمة بأداءها وبمحاورها الغرض من هذه العملية هي إدامة الضغط على المجامع الإرهابية وقتلهم وتدمير بناهم التحتية توفرت أنه معلومات استخبارية سواء من وكالاتنا أو من مصادرنا أو ما جمعناه من عملية إرادة النصر الثانية والثالثة الحقيقة كانت معلومات في غاية الأهمية وأجرينا كقيارة عمليات مشتركة تخطيط وبناء تقدير موقف وفقاً للمعلومات والاستخبارات التي وصلتنا سواء من مصادرنا أو عن طريق قوات التحالف الدولي أو عن طريق ما جمعناه من الأخوان المواطنين المتعاونين معنا هذه العملية بدأت بتكتيك يختلف بدأت بقيام جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة العراقية قبل ثلاث ساعات من انطلاق العملية بعمليات نوعية والتقاط أهداف معينة وبمنتصف الليل بعد منتصف الليل العملية بدأت ساعة ستة بدأت الحقيقة جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة العراقية بعمليات إنزال نوعية بالتعاون مع طيران الجيش الحقيقة وقمنا بالتقاط أهداف في غاية الأهمية لنا يعني لواء تحسين هذا ما يخص الجانب الأمني والمعارك القائمة ضد تنظيمات الإرهابية تنظيم داعش طيب نرجع على موضوعنا الأولي اللي هو المنافذ الحدودية يعني هناك من اتهم قادة أمن بالتواطئ مع الأحزاب بشأن المنافذ كونهم يعني تابعين للأحزاب كيف تعلق وأنت متحدث باسم العمليات المشتركة يعني يوم أمس كان هناك زيارة للقائد العام للقوات المسلحة المحترم بعد أن أشرف على عمليات إرادة أبطال العراق المرحلة الرابعة ذهبنا إلى المنفذ الحدودي اللي هو منفذ مندلي وكان توجيه واضح أمام الجميع بأنه قيادة العمليات المشتركة سوف تسهم بتكليف من القائد العام في بسط والسيطرة على المنافذ الحدودية وكذلك أيضا ممارسة القيادة والسيطرة لدى قطعات المتواجدة أو المنتشرة في تلك المناطق وفعلا قيادة العمليات المشتركة باشرت وعلى الفور من خلال أجر التغييرات مثلا أجر التغييرات لا ليس تغييرات وإنما القيام بالوصول إلى المنافذ الحدودية ونشر فرقة الرد السريع نشر أجهزة إمنية أخرى الغاية من هذا النشر هو والسيطرة على المنفذ الحدودي هو أولا وصول تعليمات بالتعاون مع الموظفين الموجودين وتوجيهات القائد العام حول السيطرة ومنع الفساد ومنع تسرب المال العام وهدر المال العام وهذه خطوة أولى الخطوة الثانية إذا تسمح لي الخطوة الثانية هي يعني الحقيقة قيام الموظفين بواجبهم ومنع أي إنسان فاسد أو مسيء من أن يحاول أن يعبث بمقدرات المال العام والأجهزة الأمنية اللي موجودة الآن هناك واجبها أن تمنع من يتدخل وتمنع من يقوم بالاستحواذ أو السيطرة أو القيام ب سلب المال العام وهذا واجبنا وهذا التوجيه أتانا من القائد العام للقوات المسلحة نعم أو النعم منكم سيادة اللواء يعني ما الضامن أن لا يعود الفاسدون للمنافذ الحدودية يعني ما الخطط التي وضعت لمنع عودتهم من جديد يعني العصابات والميليشيات إلها الإيد الطولة في الكثير من الملفات هل هيئة الأدوات لردعهم من قبل الحكومة خاصة أن فرض القانون على المنافذ سيمنع تلك الجهات من مليارات الدنانير شهريا تفضل القوات الأمنية سواء بكل مسمياتها الداخلية الدفاع الأجهزة الأمنية الأخرى قادرة على فرض الأمن والسيطرة على الأمن وأيضا قادرة على تنفيذ الأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة ولذلك عندما تكون جهة معينة تحاول أن تسيء وهناك لدينا توجيه واضح وصريح نقوم بواجبنا ونمنع مهما كان الثمن نعم اللواء تحسين الخفاج المتحدث باسم العمليات المشتركة كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لانضمامك إلينا